الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأهلا وسهلا بكم في درس من دروس كفاية التواصل الشفهي بالأمس استعرضنا الفرق بين مفهومي الخطابة والإلقاء وكذلك استعرضنا مهارات المتحدث البارع قلنا هناك مهارات تتعلق بالخطبة وهناك مهارات تتعلق بالإلقاء وهناك مهارات تتعلق بتفعيل المستمعين كل هذه المهارات ينبغي أن تتوفر لدى المتحدث الذي يريد أن يكون بارعا في الإلقاء اليوم لدينا نقاط في غاية الأهمية حول الخطابة والإلقاء فإلى الدرس لاحظوا هذه الشريحة استعرضناها بالأمس ولأهميتها نستعرضها نستعرضها على عجالة اليوم مفهوم الخطابة والإلقاء هنا الخطابة أي حديث شفهي موجه إلى مجموعة من المستمعين وذلك يشمل الخطبة يشمل المحاضرة يشمل الكلمات الافتتاحية والاختتامية والحديث الإذاعية كل ذلك يشمله مفهوم الخطابة وأما الإلقاء فيقصد به الطريقة التي تنطق بها الجمل والعبارات وما يصاحب ذلك من لغة الجسد والإشارات التي تنقل المشاعر إلى المتلقين هذه المهارات التي يحتاج إليها المتحدث ونقول هنا المتحدث البارع فمن يمتلك هذه المهارات يصدق عليه هذا المصطلح أو هذا الوصف بأنه متحدث بارع إذن ما يختص بالخطبة قلنا اختيار الموضوع وبناء المقدمة والعرض وبناء الخاتمة وما يختص بالإلقاء كالجرأة وسلامة الوقفات والطلاقة والتنغيم ونقل العاطفة واللغة غير الأفضية أي لغة الجسد مهارات تفعيل المستمعين من أهمها التواصل البصري وكذلك الحركة والإيماءات والأسئلة المثيرة للتفكير والمرح إذن هذه مهارات المتحدث البارع اليوم لدينا هذا السؤال كيف تختار موضوعاً للإلقاء؟ عندما يطلب منك موضوعاً للإلقاء كيف تختار الموضوع؟ هنا بعض الأسئلة التي تساعد في اختيار الموضوع وجودته استعم بهذه الأسئلة السؤال الأول ما الموضوع الذي أعتقد أن المستمعين بحاجة ماسة إليه بلا شك أن المستمعين قد استمعوا إلى الكثير من الموضوعات فاحرص على الموضوع الذي تشعر بأنه بحاجة ماسة إليه وفي الجانب الآخر اطرح هذا السؤال ما مدى كفاءتي في هذا الموضوع؟ هذا السؤال يخصك أنت يخص قدراتك وثقافتك ومهاراتك ومعارفك السابقة وكذلك على مستوى البحث هل تستطيع أن تقدم هذا الموضوع؟ هل لديك القدرة والكفاءة في تقديم هذا الموضوع؟ لابد أن تسأل نفسك قبل أن تبدأ في العمل على هذا الموضوع هناك موضوعات مهمة قد تهم المستمع ولكنك لا تستطيع أن تقدم فيها شيئا ذا بال هذا السؤال الثالث من الأسئلة المعينة في اختيار الموضوع ما الأفكار الجديدة التي يمكنني أن أقدمها في هذا الموضوع؟ إذا ليس لديك الجديد والإضافة في الموضوع من الأفضل أن لا تقدم هذا الموضوع ابحث عن غيره فالناس يريدون الفائدة كثير من الموضوعات مطروقة ربما تطرق أحد هذه الموضوعات إذا كان لديك إضافة لكن إذا لم يكن لديك إضافة فأعلم أنك ستقدم موضوعا عاديا قد لا يهتم به أحد إذن أحرص على الإضافة الجديدة إذن بعد هذه الأسئلة الثلاثة فكر في جوانب الموضوع وابحث عن العنوان الجذاب الذي يلفت انتباه المستمعين كذلك اعمل مخطط لكتابة الموضوع وكتابة المخطط أو تصميم المخطط هذا ينبغي أن يكون في كل موضوع في الإلقاء وفي غيره من الموضوعات في الكتابة الوظيفية في الكتابة الأدبية في أشياء كثيرة ينبغي أن لا نغفل تصميم المخطط لدينا هذا المخطط في أحد الموضوعات لاحظوا المحاور الرئيسة في هذا المخطط هنا عنوان الموضوع هنا المناسبة أهمية هذا الموضوع للمستمعين هنا المعلومات والأفكار الأساسية للموضوع وهنا النقطة المهمة ماذا لديك من إضافة في هذا الموضوع وأخيراً ما الأساليب التي سوف تستعملها في عرض هذا الموضوع ونقترح أحد الموضوعات وهو إهدار الوقت في وسائل التواصل إذن ما أهمية هذا الأمر للمستمعين هل هذا الأمر يهمهم أم لا بلا شك أن الانشغال في غير المهم عن المهم في وسائل التواصل الاجتماعي هو أمر مزعج لجميع إذن هنا أهمية الموضوع للمستمعين وفي محور المعلومات والأفكار الأساسية للموضوع ما الأفكار التي سيتضمنها هذا الموضوع بلا شك أن الأفكار كثيرة قد تختار منها الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي كذلك الاستعمال اللاهي لهذه الوسائل والاستعمال السيء لهذه الوسائل ولكن ينبغي أن لا نغفل الجانب المضيء لهذه الوسائل هذه الوسائل فيها إمكانيات جبارة يمكن الاستفادة منها إذن لا نركز على السلب وننسى الإيجابي إذن ما الجديد الذي ستقدم في هذا الموضوع لعل من الأفكار الجديدة في هذا الموضوع مسألة تنظيم الوقت في استعمال هذه الوسائل بحيث يكون هناك وقت معين لهذه الوسائل ووقت آخر ينفصل الإنسان عن هذه الوسائل ويبتعد عنها قليلا ويتفرغ لأمور حياته الأخرى من هذه الأشياء الأفكار الجديدة التي ممكن أن يستفيد منها البعض الاقتصار على أقل عدد ممكن من هذه الوسائل وسائل التواصل الآن كثرة كثرة مفرطة إذن ينبغي أن نقتصر على أقل عدد منها لأن الكثير من الموضوعات والكثير من المستجدات نجدها تتكرر في الكثير من هذه الوسائل فلا نحرص على كثرة الوسائل بل ننتقي بعضا منها ونقتصر عليه حفاظا على وقتنا وفي الوقت نفسه نكون واكبنا هذه التقنية واستفدنا منها إذن نأتي إلى مسألة أسلوب التأثير في عرض الموضوع من بين هذه الأشياء يمكن ذكر بعض القصص في إهدار الوقت في هذه الوسائل من هذه الأشياء ذكر بعض الحقائق والأرقام فهنا لك إحصائيات حتى على المستوى الشخصي بإمكان الإنسان أن يضع بعض البرامج في جهازه الخاص ويعطيه هذا البرنامج مثلا إحصائية على الوقت الذي قضى في هذه الوسائل إذن من هذه الأشياء كذلك بعض النتائج السلبية التي حدثت نتيجة إهدار الوقت على هذه الوسائل إذن هذا المخطط سوف يساعدنا في كتابة الموضوع ننتقل إلى كتابة الموضوع لدينا وصايا مهمة عند كتابة الموضوع سواء خطة أو غير خطة من هذه الوصايا انتقاء الألفاظ نحرص على أن تكون ألفاظ منتقاء الدقة في الألفاظ نحرص على الألفاظ الدقيقة في دلالتها نحرص على الألفاظ المؤثرة نحرص على الألفاظ المؤكدة التي تؤكد ما نطرح من قضايا وأفكار كذلك من هذه الوصايا المهمة بلاغت الخطاب فينبغي أن لا يخلو الخطاب من الصور والتشبهات والمقارنات البليغة التي تؤثر في المتلقي من هذه الوصايا المهمة إضفاء المتعة وأسليب المتعة متنوعة الطرفة القصص الأمثلة الواقعية الأسئلة المثيرة للتفكير كل هذه الأشياء تندرج تحت إضفاء المتعة ولكن ينبغي أن تكون أو يكون إضفاء المتعة بقدر محدد بحيث تكون كالملح في الطعام فلا تطغى على الأشياء الأساسية في الموضوع إذن نضف المتعة على حديثنا لمسألة الجذب ولفت أنظار المستمعين هنا كذلك صياغة الجمل المحكمة ينبغي أن تكون الجمل محكمة الصياغة ينبغي أن تكون قصيرة حتى يسهل تذكرها كذلك من هذه الوصايا أن نحرص على الاستشهاد بالأدلة أقوال العلماء أقوال الخبراء أصحاب الاختصاص أشياء واقعية أمثلة واقعية ومن هذه الوصايا كذلك الإثبات المنطقي كالتعليل والتعميم والتجزيء والقياس كل هذه الأشياء ينبغي أن لا نغفلها كذلك من هذه الوصايا الحرص على التسلسل والتنظيم المنطقي إذن مما يعيب الموضوع عدم التسلسل المنطقي ولا أعتقد أن هناك كاتب واعي يغفل هذه النقطة فهذه النقطة كفيلة بنسف الموضوع بالكامل وهنا ننتقل إلى عملية الإلقاء ما الخطوات التي ينبغي أن تقوم بها لإلقاء نص مكتوب لديك نص مكتوب وتريد أن تقوم بإلقائه ما العمل أول هذه الأعمال أن تقوم بضبط النص إذن كيف تضبط النص في عملية النص نحرص دائما على ضبط أواخر الكلمات ولا يمنع أن نضبط بنية الكلمة في بعض الأحوال فهناك حالات نحتاج فيها إلى ضبط بنية الكلمة حتى لا تقرأ بصورة غير صحيحة أو بصورة ملبسة إذن ما الذي يحتاج إليه ضبط النص ضبط النص لا يكون عشوائيا وإنما يكون وفق ضوابط دقيقة في علم النحو لا يقول الله المتحدث أنا لست متخصصا في علم النحو وهذا الأمر يحتاج إلى صاحب اختصاص نقول له الأمر ليس كذلك بما أنك طالب مرحلة ثانوية فأنت قد درست ما يكفي في السنوات السابقة من المعارف والمهارات النحوية التي تكفي لضبط النص فلو نظرنا إلى ضبط النص لوجدنا أن الأشياء التي نحتاج إليها كلها يعني سبق أن مرت بطالب المرحلة الثانوية فعلى سبيل المثال يقول الله لماذا قلنا يقول لماذا لم نقل يقول لفظ الجلالة لماذا قلنا الله لماذا لم نقل الله لو استرجعنا شيئا مما درسنا سابقا لوجدنا أن يقول أنه فعل مضارع مرفوع لتجرره من الناصب والجازم على مترفعه هنا الضمة لفظ الجلالة لو تمع عنا في تركيب الجملة لوجدنا أن الأفض الجلالة فاعل مرفوع بالضمة لو انتقلنا مثلا إلى السطر قبل الأخير إن الرجل لا يتكلم لماذا قلنا الرجل لماذا لم نقل الرجل لماذا لم نقل الرجل لو تمع عنا في التركيب النحو هنا لوجدنا أن الرجل اسم إنا وإنا من الحروف الناسخة التي تنصب المبتدى ويسمى باسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها كل هذه الأشياء ليس فيها شيء جديد وإنما سبق أن تعلمها الطالب في المراحل السابقة فطالب المرحلة الثنوية وربما طالب المرحلة المتوسطة النبي يستطيع أن يضبط أي نص يواجهه بلا شك أن ثقة الإنسان بنفسه وبقدراته تعمل الشيء الكثير ثقوا بأنفسكم وثقوا بقدراتكم وبمعارفكم وبمهاراتكم وإلى هنا نتوقف وأود أن أشير إلى ما تعلمتم سابقا في في اللغة العربية في كتب الكفايات اللغوية وفي غيرها هي ثروات علمية ومهارات رائعة حافظوا عليها وحافظوا على هذه الكتب كتب الكفايات اللغوية واحتفظوا بها ففيها ثروة مهمة جدا ستحتاجون إليها وهنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته